رغم الانتقادات الدولية، يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يبدو بأن تل أبيب ستتوقف قريباً عن القصف. لوحظ في الأيام الماضية تصعد وطيرة القصف الإسرائيلي، خاصة عند مخيم جباليا، الذي تعرض لدمار هائل وشهد مقتل وإصابة مئات المدنيين. يقول محللون لوولدستريت جورنال أن القصف الجوية الذي تتعرض له غزة حالياً لم يسبق له مثيل في العالم منذ مئة عام. ويقول محللون أن إسرائيل توسع قصفها العشوائية والعنيف بحجة تحقيق هدفها بالقضاء على حماس بشكل كامل. ويضيف الخبراء أن هدف القضاء على حماس لن يتحقق إلا بتدمير شامل لقطاع غزة، الذي محيت أجزاء كبيرة منه حتى الآن. ولا يبدو من حديث المسؤولين الإسرائيليين أنهم يخططون لأي وقف للحرب قريباً، بل يرددون تهديداتهم بالصالح حماس بشكل كامل، وهو ما يمهد لمزيد من الدمار والخسائر في عمليات قد تستغرق أسابيع. تحليلات أخرى تقول أن سبب التصعيد الإسرائيلي يعكس رغبة جامحة بالانتقام من هجمات السابع من أكتوبر، ومحاولة لتحسين صورة إسرائيل الخارجية التي اهتزت على وقع الانهيار الأمني إبان الهجوم. كما أن الحكومة الإسرائيلية تصابق الزمن لتحقيق أهدافها في ظل الغطاء الدولي الممنوح لها، والذي بدأ يتراجع على وقع الاحتجاجات واتساع دائرة المنددين بانتهاك الحقوق الإنسانية. وربما تسعى إسرائيل لتحقيق ما تستطيع من أهداف قبل انضمام المزيد من الفصائل الموالية لإيران إلى المعركة، مما يشتت جهودها ويجبرها على تقسيم قواتها وإضعاف موقفها. وهنا تثار تساؤلات إن كان ما سيحدث في غزة مشابه لتجربة عملية السور الواقي عام 2002 في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية. ففي تلك العملية اشتاحت القوات الإسرائيلية مدن الضفة الغربية وهدمت البنية التحتية للسلطة والبنية العسكرية للفصائل وخرجت بعدها، لكنها أبقت منذ ذلك الحين لنفسها حرية الدخول للمدن الفلسطينية لتنفيذ عمليات عسكرية.